بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم في يوم عظيم وحافل باحتفالية خاصة واحتفالية عظيمة هيذكرها التاريخ خلال السنوات القادمة اليوم 14.29.21 احتفالية الأهلي بتتشين شعار النجمة العشرة على تي شيرت الأهلي هذا الاحتفال وهذا التتشين مش مجرد احتفال ببطولة النادي الأهلي دايما بيفكر بشكل أكبر من كده وشكل أوسع من كده البطولات الحمد لله كتير الاحتفالات دايما في النادي الأهلي بتبقى كبيرة وعظيمة لكن فكرة انك تحتفل بحدث عظيم زي النجمة العشرة وتقدر تعملها احتفالية وتسويقها بشكل رائع في يوم النهاردة الكل هيتابع ويتفرج على هذه الاحتفالات الكبيرة ده شيء عظيم جدا مبروك لجمهور النادي الأهلي الفكرة مش في البطولة العشرة ولا البطولة التسعة دايما دولاب بطولات النادي الأهلي عامر بالألقاب وعامل بالرصيد الكبير من كل البطولات والنتائج الرائعة في جميع الألعاب وتحديدا كرة القدم بشكل خاص لكن لما بتحتفل النهاردة بالنجمة العشرة انت بتحتفل عشان تدشن النجمة العشرة على الشعار وعلى تي شيرت النادي الأهلي لاهداف الفترة الجاية هتشوفوا فيها أرقام وأمور تسواقية هتكون بالإفادة وبالإجاب على النادي الأهلي خلال الفترة القادرة دايما النادي الأهلي بيفكر خارج السندوق انت بتحتفل زي ما قلت ببطولة أو بلقب أو بكاس لا انت ازاي بتحتفل ببطولة وازاي تستغل لهذا الحدث وهذه البطولة وهذا الرقم في تحقيق أرقام تسواقية وأرقام إيجابية في الفترة القادمة عشان تستفيد بيها على مدار السنوات القادمة عشان الأجيال اللي جاية لما تقول يوم 14.29.21 ما كانش احتفال فقط ببطولة لا دا كان احتفال بقيمة ورمز ورقم هدفه وأبعاده أكبر من فكرة حمل كأسة أو بطولة وطبعا هي كانت البطولة العشرة وطبعا الجمهور لسه بيحتفل كمان بالتسعة النهاردة يوم حافل لأن النهاردة الحفلة اللي بالتأكيد الكل بينتظرها منذ نقدر نقول 17.27.21 أو حتى من يوم 27 نوفمبر 2020 لأن التسعة والعشرة مرتبطين ببعض ذكرى التسعة لا تقل أهمية عن ذكرى البطولة العشرة لكن النهاردة مع التسعة ومع العشرة تتشين النجمة العشرة على تي شيرت وفنلة النادي الأهلي وكم هذا الحدث يعتبر هذا حدث عظيم نشعر بأهميته ومكانته خلال السنوات القادمة لما يتم تسويق هذا الرقم وهذه النجمة في الفترة اللي جاية من خلال إدارة النادي الأهلي بالتأكيد اليوم النهاردة زي ما قلت هيكون فيه فقرات كتيرة وحفلة بالتأكيد الكل هيكون على هبة الاستعداد ومتابعة كل فقرات برنامج الحفلة من الملعب التاريخي ملعب مختار التتش بالجزيرة النهاردة كمان انتظروا أغنية هتكون حدث كبير جدا هتزين الحفلة بشكل عام لأنها أغنية هتعبر بشكل كبير جدا عن إنجاز الأهلي والفوز بالبطولة الإفريقية وتحقيق النجمة العشرة أو البطولة العشرة لدوري أبطال إفريقيا شاركونا وتابعونا على مدار اليوم بالتأكيد برنامج التريند وباقي فقرات اليوم النهاردة بإذن الله هتكون فيه برامج مختلفة هتبرز وهتتابع وتشوف كل المستجدات والجديد وتغطية خاصة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة للاحتفال بتتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي